ترجمة نانسي قنقر خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايين و781 ألفا و328 دينار لافتني لأن المشاريع توزعت على مختلف قطاعات الوزارة بواقع ثلاثة مشاريع لقطاع الطرق وتسعة مشاريع للصرف الصحي وخمسة مشاريع بقطاع مشاريع المباني والصيانة ومشروع آخر ضمن قطاع الخدمات الفنية أوضح الوزير أن المشاريع التي تمت ترسيتها تأتي استمرارا لخطة عمل الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة لتطوير خدمات البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة وحول أبرز مشاريع الطرق التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي مشروع تطوير الطرق وشبكة الصرف الصحي والتسجير في منطقة الجفير كما تمت ترسية مشروع توسعة تقاطع الجسر العلوي حيث من شأنه أن يضعف الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية ومن أبرز مشاريع الصرف الصحية التي تمت ترسيتها مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عالي ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة جد حفظ حيث تهدف الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى توفير بيئة صحية سليمة للمواطنين والمقيمين للمواطنين